الحاضر بقى هذه البطولة توقع لها نجاح توقع لها منافسات قوية توقع لها تنظيم جيد من الكاميرون توقع مشاركة جيدة منتخبنا الوطني ده بشكل عام عن البطولة هو فيه مخاوف أولا بعيدا عن كرة القدم من O-micron وممكن بعض الترابات الموجودة والجيش الكاميروني نزل من يوم الأربع يعني يحمي البطولة وده دي بعض المخاوف أو الشكوك بس عادة في أفريقيا على مدار مشاركتنا الأفريقية الاترابات دي موجودة ما أقصدش إنها بس ممكن يعني تأثر بشكل ما أو بأخذ الحاجة التانية O-micron ممكن تفاجأ منتخبات باستبعاد بعض لعبيها وده حصل في العالم كله مش في أفريقيا بس لكن أنا أتوقع وأنا أنا أتمنى إنه مصر تفوز بكأس الأمم يعني وبأتفعل دايماً كل ما بنهاجم المنتخب ونتشائم ويعني بيبقى فرصة كويسة إن إحنا نكسب لكن أعتقد إنه الفرق المرشحة يعني هتبقى الكاميرون هتبقى الجزائر وهتبقى نيجيريا والسنغال 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 وأعتقد دول من الحسبة يعني من الكامير عشان سموا الإيتو وإنه من خلف من كود يبقى عشان درجبة يعني إنت هتلاقي في منتخبات فعلاً كيتقايمة على اللعيب الحمد لله آه محمد صلاح بس معنا اللعيبة تانية مميزة بس محمد صلاح برضو مدينا تقل ما إحنا بيقولك كنا بنخاف من المنتخبات عشان لعب عايز أقولك حاجة وده بشتحيز لمصريتي يعني كل اللعيبة النجوم دي لم تصل إلى ما وصل إليه محمد صلاح أكيد يعني درجبة لم ينافس على لقب اللعب الأفضل في العالم ولا صمو الأتو ولا رجيميلة ولا أدي بيور ولا أي حق يعني محمد صلاح صنع ما لم يصنعه كل النجوم أفريقيا مع كامل الاحترام لكل النجوم صحيح